أهلاً بكم مرة تانية من داخل الكواليس مسلسل المحارب ومعنا إحدى الشخصيات اللي هي عملت شغل حلو قوي في خلال الحلقات ويعني ما شاء الله بتنبقى عن وجود أو ظهور نجمة في الوسط الفني في الفترة الجاية معنا الفنانة أولاء كمال برحب بيكي ومنورة في زنوم السابع أهلاً بحضرتك أستاذ عادل أنا مبسوطة طبعاً إن أنا معاكو ودي إضافة لي وإلى أي حد يعني عايز يوصلوا وإن شاء الله يعني زي ما حضرتك قدمتني إن أكون فنانة صعدة وبطولة إن شاء الله المرة الجاية وإنتوا برضو اللي اضغطوا الكلام بتاعي وكذا إن شاء الله ولأ شخصية عيشها في مسلسل المحارب كلمين بقى عن شخصية عيشها عيشها بنت سعودية جدعة بتحب حقوق يعني بتحب الحق جداً ضد أي حد يجي جنب البنات أو يزعلها الستات عموماً أو الولاية بتتكلم بحب وعفوية وقلبها أبيض وفي نفس الوقت بقى مجنونة كده الشخصية اللي هو مش بنت قاعدة هادية ورسية لا يعني عصبية جداً ودايماً في خناقات وفي خلافات مع حسن عيد اللي هو راجح وجمال بقى الأخ الحناين الكويس هي بقى إيه فقاتة إيه بمحارب؟ بنت عمو ودايماً بتدفع عن أخته ومراته وعن محارب جداً يعني هي نفسها يكون لها حد وأهل وما بقى لها كتير ملهاش أخوات بناته ملهاش أهل فقاتت مبسوطة جداً من وجود بنت عمها ومن مرات أخوها اللي هي محارب يعني عزيز محارب يعتبر هو ابن عمنا بس هو أخونا في الصعيد تحت بند أو كرير إخوات مفيش حاجة اسمها ولا دعم قولي ليه ولا أنت عملتي إياه بلك أنا مثلت في أول حاجة في قوت القلوب مسلسل الجزء الثاني طبعاً مع كينج مكدب عميل طبعاً آه يعني إضافة ليا كبيرة جداً دي كتأول حاجة كنت ممردة بسيطة كده مع إسلام جمال ورجعت مثلت مسلسل قوي شوية كان اسمه أعمل إيه كنت طلع بقى مدرسة شعنونة واللي هي بغل كده ولأ أنا عايزة دي لأ أنا عايزة دي دايماً في مشاجرات وبعدين بقى عملت فيلم اسمه عاشق لسه انتظر سينما إن شاء الله وعملت أنا ومخالتي فيلم برضو بقى شخصية جديدة بقى بيعت خضار وكراكتر تاني خالص يعني غير عيشة وغير رباب إن شاء الله ربنا عايزك ولسه بقى يعني وعملت في الوصفة السحرية دور دكتورة مسلسل يعني دكتورة بسيطة كده ومحارب بقى وإن شاء الله يضيف لي حاجة كويسة أعزني محارب يعني الدور أكبر شوية آه ده أكبر الدور كويس معي وبعدين حسيت إن الناس مصدقة قوي إن أنا سعادية كلمين بقى بالسعيدة كده والله النوارين مش محضرة حاجة اتوحشتكم حبيتكم يعني جمال وراجح مبسوطين بوجودكم والكبيرة ستي ستي بتحب كل الناس كل الناس بتحبها وأنا كمان بحبكم وبحب منال قوي وأحب نحبك وأحب الست إنجي أحبك جدا وشكرا لك ويا رب بتوفيق دايما وأنا بحب اليوم السابع وبجد أنا مفسوطة بيك وقوي ووجودي هنا مع اليوم السابع دي إضافة ليا كتير كتير غير محارب كمان فيا رب يا رب شكرا شكرا لك يعني يا رب أشوفكم يعني أحسن من كده معي شكرا شكرا لك خليكم معنا وليسه برضو لقاءة تانية وإن شاء الله تبستوا معنا شكرا لك